السلام عليكم ونهاركم سعيد يا إخواني يا حبايبي كثير من الجمعيات بتطالب في حقوق الإنسان معظم المؤسسات اليوم بتقول لك حقوق الإنسان حقوق الطفل، حقوق المرأة، منظمات الصداوية كليتهم جمعيات ومؤسسات غربية إما أمريكية من الأمم المتحدة أو إما أوروبية فالحقيقة كل هذول الأوروبيين اللي جايين على بلادنا والأمريكان اللي جايين على بلادنا نقدر نسميهم حملات صليبية وحقيقة هما حملات صليبية لو صح لهم يشربوا من دمك ويأكلوا لحمك ويكسروا عظمك ويمصمصولك عصابك لجوات عظماتك مش رايحين يوفروا من حقدهم عليك وعلى دينك وعلى ثقافتك وعلى أمتك وعلى شعبك وعلى ناسك وعلى فكرك وعلى تقديرك لحالك أكثر شعوب العالم الروقي كانت على وجه الأرض الشعوب العربية وأحقر شعوب العالم كانت على وجه الأرض الشعوب الأوروبية ومع الحضارة الإسلامية وانتشارها في أوروبا اتطوروا الأوروبيين وصار في عندهم ثقافة وصار في عندهم حضارة وصار يلاعرفوا شو معنات الغسيل ومعنات التنظيف وشو معنات الصوابين وشو معنات الطهارة بالمية ما كانوا هيك أبدا بس هذول المثل شبكوا للتقي شر من أحسنت إليه وهذول عشان إحنا والثقافة الإسلامية أحسنت للشعوب الأوروبية وللثقافات الأوروبية فارتدوا علينا بالهمجية والبربرية اللي كانوا عايشين فيها في هذاك الزمان وعملوا علينا الحملات الصليبية واحتلوا بلادنا وقتلوا آلاف مألفة من المسلمين والعرب في القدس في المسجد الأقصى بس مش هذا هو محور الحلقة لليوم اللي أنا بدي أقوله وبدأ أوصلكوا إياها لكل الجمعيات هذه اللي بتيجي وبتدعي حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل هذه بس قاعدة قاعدة لو وجودهم في بلادنا وحماية لإلهم حتى إذا إنت إجي تتحاربهم أو إجي تترفضهم يقول لك أنا يا عمي بعمل في شيء إنساني بعمل في فكرة إنسانية أو أنا بحافظ على أطفال المشردين الميتمين بلمهم من الشوارع من الأسواق كأنه الإسلام كان يعني ناسيهم وكان فاقدهم أو ما إلهم الحيز المضبوط اللي كان يحتويهم فيه في الحضارة الإسلامية وفي الثقافة الإسلامية صاروا همه هلأ يتجملوا علينا بثقافتهم إنه في عندهم احترام لحقوق الإنسان أكثر منا يعني بعد ما علمناهم أجدك بوابنا وهذا الحكي مش صحيح أبدا هذولا جايين لحتى يأخذوا اللبن والعسل اللي موجود في بلدك يا حبيبي وإذا مش دايريت لك وبعيدة عنك فهين أنا بقول لك إياها هذولا جايين يغتصبوا ثقافتك يغتصبوا حضارتك يغتصبوا عاداتك وتقاليدك يغتصبوا إنسانيتك كإنسان يحولوك لحيوان علشان يقدروا يتصرفوا فيك زي ما هما بدهم يستعبدوك زي ما هما بدهم حتى إنهم في حال ما جردوك من إنسانيتك وجردوك من ثقافتك وطبعوك وملوك بثقافاتهم وبحضارتهم ومعتقداتهم السخيفة الهمة ماشية عندهم بصير سهل عليهم إنهم يقدروا يخترقوك ويأخذوا اللي بدهم إياه منك ومن حياتك ومن شعبك ومن أرضك ومن بلدك كل الأسليب السوشيل ميديا والتيك توك ووصائل التواصل الاجتماعي هذه ثقافة جديدة ثقافة جديدة دخلت على المجتمعات العربية والإسلامية ليش دخلت على الثقافة هذه علينا ليش وصلتنا ليش تمنها تصلنا أنا في معتقداتي كمسلم عربي مسلم فلسطيني عايش في القدس المرأة عندي مكرمة معززة مكرمة في بيت جوزها بتغطي راسها وبتغطي جسدها ليش تمنني أنا تنكشف علي ثقافة من الشعوب الأوروبية ومن الشعب الأمريكي المرأة عريانة وبتتباوس مع كل زلمة ممكن تشوفها بالشارع وممكن تعمل هيوية الرذيلة والجامع اثنين وثلاث واربع وخمس رجال وما في رقيب ولا في حسيب هذه مش ثقافتنا كشعب عربي مش ثقافتنا كأمة إسلامية ليش تمنى نتقبل هيك ثقافة تدخل علينا ليش تمنى أنا أسمح للسوشيل ميديا توصلي هيك ثقافة تدخل على مخي أن الثقافة الغربية والشعوب المتقدمة والمتحضرة هيك عايشة وابني يشوف هيك ثقافة ومرتي تشوف هيك مثقافة وأختي تشوف هيك ثقافة هذا الشي مرفوض في مجتمعاتنا العربية والإسلامية كل شخص صغير على أمته وعلى بلده وعلى شعبه وعلى عرضه وعلى ناسه وعلى أهله المفروض أن يرفض هذه الثقافات تدخل لعننا لبلادنا مش كل ثقافة موجودة بالغرب وكل ثقافة موجودة بالعالم بتناسبني أنا كمسلم وكعربي هذا الشي لازم يكون مفهوم سواء عند الغربيين أو عندنا كشاعب عربي وإسلامي ما بصير أني أنا أحضر مسلسلات إيطالية وفرنسية وأجل أطبقها في مجتمعه العربي والإسلامي هذا شي مرفوض وإنتوا يا الغرب يلي قاعدين بتتروجه لثقافتكم لمعتقداتكم هذا اغتصاب لثقافتي هذا اغتصاب لحقوق الإنسان أنتوا أهل حقوق الإنسان بتعدوا حالكم واللي جبته لنا حقوق الإنسان وهذا بعيد عنكم وعن نيتكم السودا هذا ما مش مفروض أنه ينفرض عليها هاي الثقافة دخيلة على ثقافتي وأنا برفضها جملة وتفصيل وما بديها تكون في ثقافتي أنا عندي المرأة معززة مكرمة في بيت جوزها بتعيش في بيت أبوها مصيونة عفيفة شريفة كريمة لحديد ما تنتقل لبيت زوجها بتعيش عند زوجها معززة مكرمة بالحفظ والصول أما إنك توصوها للإنحلال الخلقي والأخلاقي وتصير المرأة على حل شعرها لا حسيب ولا رقيب لا في أخ قادر يحكم ولا أب قادر يحكم ولا زوج قادر يحكم هذا بس في ثقافتكم وعندكم وعلى فكرة من هنا بلش هدم الأسرة لما هذه السموم اندست في المجتمع العربي وفي المجتمع الإثثامي صار في هدم لمعنى الأسرة لكلمة الأسرة صارت المرأة تقول لك أنا بشتغل يا عمي وبعمل اللي بدي وبجيب مصرياتي ماني باحتعاجها لا أبوي يصرف علي ولا أخوي ولا زوجي يصرف علي ومن هذا المنطلق بلشت الأسرة تفسخ بطل في كيمة لمعنى الأسرة صارت المرأة تطلع تجيب لها خمس ست سبع ثمان عشر تلاف شيك المرأة كثير أكثر من الرجل على إيش؟ عشان هي عندها حرية بتقدر تجيب مصاري ليش تمنها تكون تحت إطار الزوج؟ ليش تمنها في أسرة تحكمها؟ هانا نهار المجتمع من هون بنبلش في خطوة الإنهيار للأسف الشديد اللي أنا بدأ أقول لكم إياه يا جماعة إذا أنتوا ما حاربتوا السوشيل ميديا وما حاربتوا الفيسبوك والطقطق والمكمك وكل الحكي هذا التفاهات اللي اندست علينا من خمس ست سنين عشر سنين وجاي إحنا رايحين للهاوية والمجتمع رايح يسقط سقطة الله يسطر منها الله بعلم الجيل اللي جاي يا جماعة وين يوصل العلمانية صارت في كل بيت كل بيت صار فيه ثقافة علمانية فجأة بتشوفوا عمرنا وإحنا صغار ما فكرنا في إشي اسمه مثلية ولا حكينا على علم المثليين اليوم صار فيه كل طفلين ثلاث أطفال بيحكوا هذول الشاذين وهذول المثليين وهذول المش عارف إيش قاعدين بيفتحوا عيون لولاد والأطفال والنسوان على أشياء مش من مجتمعاتنا مش من ثقافتنا فيش عنا في ثقافتنا اشي اسمه مثليين عنا في قوم لوط اللي هم سووا الفحشاء والله خسفهم وخسف الأرض فيهم وبعث عليهم حجارة من سجيل وحرقهم هذا مش من ثقافتنا احنا ما ان شاء الله اننا ما منوصل لحد هنا بس كأنه كأنه احنا رايحين لهناك يا جماعة رايحين على محل اللي مش رايحين نعرف نطلع منه إذا شعبنا وولادنا وأطفالنا ان تأصلت فيهم هذه المفاهيم الغلط وهذه الأشياء اللي هي مش من مجتمعنا فللأسف الشديد لأسف الشديد ترويج للمخدرات عن طريق السوشيل ميديا ترويج للكحول والخمور عن طريق السوشيل ميديا وكأن الأشياء هذه عادية وطبيعية ترويج للحلال الخلقي والأخلاقي وكأنه الإشياء هذا عادي وطبيعي وتحريض المرأة على زوجها وأبوها وأخوها وهذا كأنه شي عادي كأنه من مجتمعنا وكأنه من ثقافتنا لوين رايحين وين من نوصل الله يسعد مساكم بتأمل أنه هالفيديو يكون محرك ومحفز لكل إنسان غيور على دينه وشعبه وأمته وأهل بيته في أول المطاف السلام عليكم